اشتركوا في القناة وكل عام وأنتم بخير الآن لأخبار اليوم نبدأ عددا اليوم بهذا الخبر عن المنتخب حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن منتخب بلاده سيواجه في لقاء ودي منتخب تونس وذلك في الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل الأمر له علاقة مباشرة مع الجزائر لأن كل التوقعات كانت تشير إلى أن الخضر سيواجهون الفراعينات في سبتمبر بلماضي وفي آخر ندوته الصعفية أكد أنهم سيواجهون منتخب إفريقي من ضمن العشر الأوائل منتخب لم يسبق وأن وجهه وديا بعض المصادر المقربة قالت أنه منتخب عربي ومع استحالة لقاء تونس والمغرب فكل المؤشرات كانت تقول أنه مصر ولا يعلم إن كانت المفاوضات بين الطرفين قد فشلت خاصة أن بلماضي يصير على اللاعب في الجزائر ومصر أيضا تصير على اللاعب على أرضها أم أنه ليس المنتخب المصري من الأساس على العموم لم يتبقى الكثير لنعلم خصم الخضر في اللقاء المقبل شهر سبتمبر أعلن الحساب الرسمي لربط الأندية الفرنسية الليغ آ عن تتويج الجزائر بلالبراهيمي بجائزة هدف الموسم فرغم منافسته لأهدف كثيرة جميلة من بينها هدف مواطنه وزميله في المنطقة بأدم الناس وأيضا هدفين للأسطورة ميسي إلا أن هدف بلالبراهيمي في مرمع جاكسو كان الأروى والأجمل وهو الذي أتى من مسافة بعيدة بحرافية وإتقان كبيرين جائزة بلالبراهيمي ستكون الأولى والأخيرة بقميص نديه الحالي نيس الذي يرغب بشدة في عارته أو حتى بيع عقده وهو أمر سيحصل في غضون أيام وربما أسبوع قليلة كشفت صحيفة لينيو الفرنسية الجهوية أن إدارة ماتس الصاعد هذا الموسم للليغ آ بدأت تتحرك حيث رصدت الإدارة عديد الأسماء في بعض المراكز من بينها ومن أهمها مركز الوسط وصناعة اللعب الصحيفة الفرنسية السابقة قالت أن لعب الخضر ونادي رانس إيلان كبال يوجد على رأس الأولويات المصدر الفرنسي قال أن إدارة رانس لا تملك أي نية للاحتفاظ بكبال وستسعى لبيع آخر عام من عقده كبال وكما أشرت سابقا مطلوب ويعلم جيدا أن أيامه في فريقه الحالي قد انتهت هناك أيضا نادي بوردو من الدرجة الثانية وأيضا نادي ستاندار دولياش البلجيكي كلهم يريدونه وسيختار وجهته بعناية في الصيف الحالي بإذن الله أعلن نادي الغرف القطري بعد ظهر اليوم تخليه رسميا على لاعبه الجزائري إسحاق بالفضيل عام واحد فقط بعد التوقيع معه ولم يقدم بالفضيل ذلك المستوى الكبير الذي تعاقد معه النادي لأجله أرقامه كانت سيئة وأهدفه كانت قليلة لكن تسريعه بعد عام واحد فقط يعتبر صدمة قوية له ليس فقط بالفضيل الغرف أعلن اليوم أيضا تخليه عن خدمات لعبه الجزائري الآخر مهدي طهرات مهدي وعكس بالفضيل انتهى عقده ورغم الحديث القوي عن تجديد عقده طيلة الشهرين الماضيين إلا أن النادي القطري قرر في الأخير عدم فعل ذلك وفضل الاستغناء عنه والتعاقد مع لاعب مكانه ولغاية كتابة وتسجيل الحلقة أن النادي القطري أعلن عن تنازله توليا عن خمس لاعبين من بينهما جزائريين في انتظار مصير إبراهيمي وبولايا خاصة بولايا الذي لم يقدم أيضا أي مستوى يذكر بخصوص بالفضيل والطهرات فبدون شك سيواصلان اللعب في قطر ولكن في نواد أضعف قدم نادي باليرمو تاسع الدور الإيطالي الدرجة الثانية الموسم الماضي عرضا رسميا لأجل تعاقد مع الدول الجزائري ولاعب سامدوريا مهدي ليريس إدارة ومدرب باليرمو يرغبون في لعب الصعود الموسم المقبل ويرون أن مهدي ليريس ربما يكون لاعب جد مناسب لذلك لذلك قدموا له ولناديه عروضا رسمية لأجل إغرائع الدول الجزائري وبحسب صحيفة الجورنال دي سيليسيا الجهوية أبلغ إدارة طاليرمو أنه لا يرغب في اللاعب لفريقهم وأنه في حال رحل عن ناديه سامدوريا فسيقرر فقط البقاء في الدرجة الأولى وهو لا يملك أي رغبة في اللاعب في الدرجة الثانية نفس المصدر لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لرأي إدارة الصعب والتي لا تبدو ممانعة موقع صامنيوز المحسوب على صامدوريا كشف أن إدارة النادي ستعمل على إقناع اللاعب بالبقاء وترى أن حظوظها في ذلك كبيرة خاصة في حال تعيين أندريا بيرلو كمدرب جديد للفريق إدارة الصامدوريا تريد مدربا نجم قادر على إقناع اللاعبين بالبقاء ولرسم بينهم ولو أن الأمر يبقى جد صعب الجزائر يسر على اللاعب في القسم الممتاز الكالتشو تكلمت في العدد السابق قبل يومين عن اهتمام نادي بولونيا الإيطالي بضم الجزائري ولعب نيس هشام بودوي كما تكلمت في عدد كثيرة سابقة عن إمكانية راهي الهشام سواء لوجهات قوية كالدور الإنجليزي أو ضعيفة كالدور التركي تقارير فرنسية كشفت اليوم أن كل حر فيما يقول لكن إدارة نيس لا تملك أي نية لبيع الجزائري التقرير ذاته برغم ذلك أبقى القوس مفتوحا ووضع استثناء لهذا القرار إدارة نيس ستسمح برحيل بودوي فقط في حال وصول عرض كبير ومجنون من الدور السعودي الدور السعودي أصبح يسير لعاب كل الأندية والحصول على مبلغ مالي ضخم للاعب مهما كان مستوى لم يعد له مصدر سوى السعودية هذا الخيار بكل تأكيد لن يحصل لأن السعودية تستهدف فقط اللاعبين العالميين في صورة رونالدو فرمينيو كوليبالي ماندي وحتى محرز وزياش وغيرهم وبدون شك بودوي ليس في حساباتهم بودوي جدد عقده قبل أشهر قليلة وبدون شك إدارة نيس ستعمد للاحتفاظ به على الأقل للموسم المقبل في انتظار ما سيحصل في المستقبل أدل الدولي الجزائري ولعب والبرحام تنرايان أي تنوري بتصريحات اليوم الاثنين للموقع الرسمي لناديه التصريحات صدرت بدون شك قبل فترة وكانت على هامش تقديم اللاعب للقميص الجديد للنادي تصريحات أي تنوري كانت في معظمها عن العطلة وما يصنعه فيها وأين يقضيها وأهم الأشياء التي يفعله فيها وأيضا الرياضة التي يمارسها وهل يشاهد كرة القدم وأشياء روتونية كثيرة أهم في تصريحات أي تنوري هو حديثه عن يومياته حيث قال بوضوح أنه يخوض يوميا تدريبات بدنية شاقة تحضيرا للعودة للنادي والبرهامتن وبدء التحضيرات للموقسم الجديد أي تنوري وبصورة واضحة لا يملك فكرة الرحيل في رأسه برغم كل ما قيل عن ذلك في الإعلام الإنجليزي ومن أقوى المصادر ولا يعلم إن كان ذلك لعدم توافر العروض أو لرغبته في البقاء ولو أن ذلك سيكون في غير صالحه خاصة بعدما قالته الصعافة الإنجليزية قبل أسبوع عن إبلاغ المدرب لوبتيكي ليوكلاء اللاعب بضرورة إيجاد نادي ننتظر ونرى يبدو أن رغبة لاعب الخضر رفيق بالغالي كانت صاحبة القوة الأكبر وفارضت منطقها فرغم حديث الصعافة البلجيكية طيلة الأسبوع الماضي عن رفض نادي اللومان مالك عقب بالغالي لعرض نادي ميشلا بحجة أنه لم يكن كبيرا إلا أن الطرفان اتفق في الأخير على انتقال الدولي الجزائري تقارير بلجيكية كشفت اليوم أن بلغالي وقع حقا في ناديه الجديد وهذا بعد تجاوزه للفحوصات الطبية بنجاح لغاية الآن تفاصيل العقد ليست ظاهرة لكن بدون شك رفيق سيوقع على عقد طويل الأمد لن يقل عن ثلاث أو أربع سنوات ليحقق حلمه باللعب في الدرجة الممتازة بلغالي لمن لا يعرف هو الدولي الجزائري في سنف الأمان لعب ممتاز فنيا قوي دفاعيا وهجوميا أرقامه رهيبة وصوله للعب في الدرجة الممتازة البلجيكية سيساعده بدون شك على كبر طموحه بخصوص وصوله للمنتخب الأمر متوقف عليه الآن لتقديم المستوى الذي يلفت به مع الصعود الرسمي لنادي ماتس للقسم الممتاز الليج آن بدأت الإدارة والمدرب لازلو بولوني في البحث عن تدعيمات النادي يحتاج للاعبين في عدة مراكز لكن من بين أهم المراكز مركز قلب الدفاع موقع لوسكور الفرنسي كشف اليوم أن الإدارة تراقب اللاعب الجزائري ولاعب اتحاد العاصمة والمنتخب الوطني زين الدين بالعيد بالعيد وبحسب نفس المصدر يملك مؤهلات تتيح له اللعب في ماتس والليج آن سواء ما تعلق بقوته البدنية وأيضا مشاركته مع نديه في الدور الجزائري أو حتى من حيث القيمة المالية للصفقة والتي لن تزيد عن نصف مليون أورو وهو ما يجعل الصفقة مغرية جدا لكن برغم ذلك نفس المصدر قال أن المنافس على زين الدين كبير جدا وإقناعه لن يكون سهلا بالمرة الدور الفرنسي وجه ممتاز لقائد الاتحاد أعلن نادي أونجي الفرنسي وعلى حسابه الرسمي في تويتر عن توقيع أول عقد احترافي للاعبه الجزائري ياسين غايا صاحب الثمانية عشر سنة فقط يلعب في مركز محور الدفاع وتواجد مع الفريق الأول لنادي أونجي في بعض المناسبات في هذا العام ويبدو أنه قد أقنع للدرجة التي دفعت بإدارة أونجي لتأمينه بشكل كامل ياسين غايا دولي جزائري في منتخب أقل من ثمانية عشر سنة لعبه مع الفريق الأول لأونجي حتى لو كان في الدرجة الثانية سيساعده بدون شك على الرفع كثيرا من مستوى ولما لا يحجز مكان أساسي ولما لا يكون في قادم السنوات مع المنتخب الأول تمنياتنا بالنجاح للدولي الجزائري إلى جانب توقيع أول عقد احترافي لياسين غايا أعلن نادي أونجي تجديد عقد حارسه الجزائري الشاب مالفين زينغا العقد الجديد لزينغا سيمتد لغاية صيف 2025 أي لعامين إضافيين زينغا دولي فرنسي ويقال أنه يملك مستوى كبير مالفين زينغا حارس جزائري فرنسي كما أنه يملك الجنسية الكونغولية يبلغ من العمر 21 سنة ويتواجد مع الفريق الأول لأونجي منذ فترة لكنه لغاية الآن لم يتمكن من حجز مكان أساسي مع التمنية بفعل ذلك في الموسم المقبل إن شاء الله دائما مع أخبار المواهب ودائما مع مركز الحراسة الحارس الشاب ومن قيل في حقه كلام كبير بعد أن تواجد مع نادي يونغ بويس في دور أبطال أوروبا في سنة 18 سنة فقط عبدالله العيدوني هذا الأخير اهتجأ الجميع بتوقيعه في نادي من الدرجة الثانية السويسرية وهو أفسي ويل العيدوني الذي تعرض لإصابة خطيرة أبعدته لفترة طويلة جدا يكون قد اختارت درجة الثانية السويسرية لأجل العودة اللاعب في هذا القسم ليس سيئا لحارس يبلغ من العمر 20 سنة فقط خاصة إن كان سيلعب كأساسي فإذا كان حقا يملك مستوى كبير سيعود سيعود يبدو أن إدارة أندرلاخت لم تعد تملك القدرة على التعاقد من جديد مع لاعب الخضر إسلام سليماني فرغم قتالها لتجديد عقده طيلة الشهر الماضي أو الأشهر الماضية إلا أنها لم تفلح دليل ذلك ليس فقط عدم التجديد لغاية الآن على بعد أيام من بداية فترة التحذيرات لكن حملة التشويه التي بات يتعرض لها إسلام من صحافة النادي فبعد أن كان اللاعب المناسب لخطة المدرب بريمار والهدف الذي يحتاجه الفريق صارت العوامل التي تدفع بإدارة أندرلاخت لعدم تجديد عقد سليماني كثيرا من بينها طبعا الجانب الماضي ضيف إلى ذلك تقدمه في السن سليماني يبلغ من العمر 35 سنة ولم يعود له الكثير ليقدمه في الملعب إضافة إلى تجاربه الفاشلة الكثيرة من موناكول ليون لبراس لسبورتينغ وغيرها كلها عوامل تجعل التعاقد معه في غير محله هذا بحسب رأي صحافة النادي طبعا في انتظار رأي إدارة أندرلاخت إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي بعد العيد إن شاء الله السلام عليكم